بسم الله الرحمن الرحيم وتسعة وتسعين ومية ومية واحد القطع تمارين مهمة اكو والقطعة هاي ايضا جدا مهمة ومطلبة وزاريا رحلة البقاء نبدأ بسم الله اكسر اكتفتز اكتب الكلمات تحت داخل الصندوق تحت العناوين الصحيحة هنانا هذا تمارين بالوزاري يجي من عنده سنة من السنين يجي بال2017 مجموعة الترافل مجموعة الرحلة والترحال والسفر الجيوغرافي المجموعة الجغرافية والاشياء التضاريس البلدينج المجموعة المباني البنايات المجموعة الزراعة الصحراء فاكيد هي رح تكون شنوعة الجيوغرافي احنا هنطلع لاجه بعدنا ونختصر الوقت ونسرع بالترافل مجموعة الترافل والسفر رح تكون الجيرني الرحلة والبورت الميناء والهورس باك او المنفذ هنا والهورس باك اللي هو ظهر الحصان والباسنجر مسافر جيوغرافي الجيوغرافيا والتضاريس الدزارت الصحراء الفورست الغابة وقراس لاند ارض الزراعة ارض زراعية ارض عشبية والمونتن الجبل والبولدنجز البنايات عدك ماسك الجامع والميوزيوم المتحف والريفايناري المصفة والبيرمايد الهرم وآغريكالتشر الزراعة فورتايل الارض الخصبة وكروبس المحاصيل والفارمينج عملية الزراعة وتربية الحيوانات زراعة النباتات وتربية الحيوانات وفيجتابلز اللي هي الخضروات هاي خلصنا التمرين حلو وسهل وما بيشي احفظ المجامع على مدذاجك تقدر تجاوب تمرين بي reading القراءة read the text and number the paragraph headings in the correct order اقرأ القطعة النص ورقم ضع ارقام للبارغرافات المقاطع الانشائية العناوين مالتهم بالترتيب الصحيح رح يحكينا رسالة هاير دال هاير دال رسالة هاير دال انتبهوا بين هاير دال هاير دال و هاير دال هاير دال هذا مال بقطعة ال voyage of survival رحلة البقاء العالم النرويجي و ديش حايدة رباد المدينة اللي عايش بيها البروفيسور الهندي بالقصة تختلف ديش قصة هاي قطعة The journey الرحلة of Norway to travel to travel the world believing لانه كان يؤمن بان الحضارات القديمة ancient civilizations الحضارات القديمة where probably كانت من محتمل able to trade كانت قادرة على التجارة والسفر و عمل هجرات طويلة long migrations باستخدام buy sea بالبحر by using simple ships سفن بسيطة built by their own hands مصنوعة من ايديهم الخاصة يصنعوها باديناتهم he also believed that there had been communication between the three original civilizations in Mesopotamia Egypt and the indus valley india and paeksy india و كذلك كان يؤمن بان يوجد تواصل وتقارب بين الحضارات الاصلية الثلاثة القديمة اللي هي بلاد الرافدين بلاد ما بين النهرين يعني العراق و ايجبت مصر حضارة مصر وحضارة الهندس فالي وادي الهندوس الهنود الهو يضم الهند و باكستان لكي يبرهن ذلك هايردال decided to build a ship from just reeds and sail it through the Arab Gulf to the Indian Ocean لكي يبرهن ذلك هايردال قرر بانه يبني لسفينة فقط باستخدام القصب ويبحر بها من خلال من الخليج العربي الى المحيط الهندي اوكي الريدز تذكروها جنا نستخدمها بالقطعة مال ينتثري مال قطعة الهوار واهل الهوار يبنون بيوتهم من الريدز من القصب زيان و during the summer of 1977 خلال صيف سنة 1977 هسه بس دقيقة هذا الانشاء يعني هذا المقطع اللي كان ديحت شي عن ملخص عن حياة هايردالز بريفز فهذا هو مهنانا ديق يقلنا حطوا ارقام للعناوين فهاي كانت ملخص عن منوحي دارد هايردال فعرفنا ملخص عن حياته زيان انه هو عالم اثار و مغامر مشهور هاي القطعة كلها هنانا مترجمة خلي نكمل وبعدين نشوفكم اشياء بعض حلوة فهاي ملخص عن حياته زيان البعدها البارغراف الاخر during the summer of 1977 خلال صيف 1977 هايردال came to iraq to build a large boat completely of reeds and sail from there towards the Indian ocean بالصيف قلنا هايردال قرار بانه جاء العراق وقرار بان يبني قارب كبير كامل من القصب ويبحر به من مباشرة من العراق يعني من الخيج العربي الى منه للمحيط الهندي he built the boat in قارنة هو بنمات القارب بالقارنة القارنة اللي هي بالبصرة where the tigers and the euphrates meet المكان حيث المكان اللذي الدجلة والفرات يلتقيان اللي هو شط العرب برغم انه برغم انه هايردال كان عمره 63 سنة في ذلك الوقت he engineered the boat himself هو قام بهندسة القارب بنفسه اراكي and foreign workers completed building the boat in two months عمال عراقين واجانب اكملوا بناء القارب في شهرين هاي كلش مهمة مالش قد استغرق شهرين طول البناء يعني عمليات الصناعة مال هذا القارب which was named the tigers وكان وتم تسميته باسم دجلة تايغرس السماء والقارب باسم النهر مال دجلة اوكي فهاذي الشي تعبر عال building the boat بناء القارب شنة المقطع الثاني زين البعد ها on the 23rd of november في الثالف العشرين من شهر دعش تشرين الثاني 1977 بسنة 1977 تايغرس started its journey into the شتل arab carrying 11 people from اراك دينيمارك امريكا ميكسيكو جابان اتلي the soviet union and the نوروي يوم 23 1977 القارب اللي هو اسمه تايغرس هذا اللي ده نحكي عنه بدأ الرحلة مات من شط العرب شط العرب حاملا عليه دعش انسان دعش شخص من واحد من العراق واحد من دينيمارك واحد من امريكا واحد من المكسيك واحد من اليابان واحد من ايطاليا واحد من الاتحاد السوفيتي واحد من النارويج اوكي يعني ذالي صار 9 1 2 3 4 5 6 7 8 صار 8 صار 8 المهم هو اللي عادي يقول دعش باع احتمال من فتبلد تكرره زين the boat reached الفاو القارب وصل لمدينة الفاو and then entered the arab gulf وثم دخل للخليج العربي it carried the flag of the united nations وكان يحمل علم الأمم المتحدة on the 15th of december 1977 the boat arrived in بحرين القارب وصل بهم للبحرين then it sailed into the arabian sea ثم هو أبحار إلى البحر العربي which is part of the indian ocean الذي كان جزء من المحيط الهندي it went around the arabian peninsula and the wind drifted the ship towards the island of scotra south of yemen إنه القارب ذهب حول هذه البنسولا العربية والرياح يعني أثرت عليه وجرت إلى مباشرة إلى جزيرة باليمن بجنوب اليمن رياس سكورتا scotra but they were not allowed to stop there لكن لم يكن مسموح لهم أن يقفوا هناك because of the wars in the area بسبب الحروب في تلك المنطقة docking in جيبوتي جيبوتي on the third of april in 1978 ظلوا يمشون و و نزلوا واستقروا بجيبوتي يوم 34 1978 يعني ظلوا أشهر بعد مشوا الشهر الواحد والثاني والثالث ثلاث ثلاث شهر بس يبحرون من البحرين لليمان وصلوا الجيبوتي بال 1978 هايردال فهذا من القهر ماتة لأنه لم يسمح له يوقف فمن وقف به هاي الجيبوتي قرر هايردال قرر بأنه يحرق سفينة القصب ماتة القارب ماتة من القصب احتجاجا ضد الحرب في الشرق الأوسط لأنه ضايج من هاي الحرب بدا صير فهاي الحشي الحشينا كليته كان ذا جيرني كان الرحلة ماتة الوراها هايردال سنت آن أوبن لتر تذي يوان سكورتاري جنرال على الثالث أبريل 1978 تريد تريد هايردال أرسل رسالة مفتوحة إلى يعني ومعلومة ومعروفة للكل مو خاصة عامة بس دزهة للمكتب العام للمكتب الأمين العام للأمم المتحدة في الثالث من شهر أبريل الرابع بالألف 1978 وتنص على أنه هاي الرسالة ماتتهسة هذا المقطع الأخير اللي هو هايردال لتر يش قالها؟ قالها الرحلتنا من الماضي لدراسة الجودة ونوعية الجودة الجودة مع نوعية القوارب الفيسلا اللي هو البوت القارب النوعية ما قبل التاريخ البلت بناءه بواسطة المبادئ السومارية القديمة وفق يعني المبادئ والتقاليد والخطوات السومارية القديمة but it has also been a voyage into the future to prove that no space is too restricted for peaceful survival for everyone قال لو أنها كانت كذلك من أجل رحلة مستقبلية لكي نبرهن بأنه لا يوجد مجال لكثير من المضايقات ضد السلام ورحلتنا هي رحلة رحلة مسالمة peaceful survival for everyone ونريد بيها النجاة والبقاء بالسلام للجميع when we used the read ship we knew we would either sink or survive together نحن عندما عندما نحن استخدمنا القصب في بناء ماتنا القارب السفينة من القصب نحن كنا نعلم بأنه سوف يكون لدينا خياران أما أن نغرق أو أن ننجو سوية لون متسوى لون نعيش سوى نحن كنا نحتاج تعاون ذكي لكي ننقذ أرواحنا ومنجيب أنفسنا والحضاراتنا المشتركة ننجب حضاراتنا المشتركة بدلا من عمل بدلا ما نجعل سفينتنا التغرق خلصت القطعة هسه يقولك read the text again and answer the questions right sentences أقرأ القص القطعة مرة أخرى وأجب عن الأسئلة أكتب جمل جوبتك كريتها بطريقة الجمل where is professor Hayardal from من يا بلد اجه Hayardal ثم الترتيب مع البراغرافات سألفنا به فهو جاي من Norway يعني من النارويج professor Hayardal is from Norway هو أصلا من النارويج Norway هاي الأسئلة المهمة التي تجي منها بالامتحان what does he think about ancient civilizations ماذا هو يعتقد عن الحضارات القديمة شنو رأي بيهن he believed that ancient civilizations were able to trade travel and make long migrations by sea using simple ships وكان يؤمن يعتقد بأنه الحضارات القديمة كانت قادرة على أن تتاجر وتسافر وتعمل هجرات طويلة بالبحر باستخدام سفن بسيطة بعدها يقول what does he decide to do ماذا هو قرر أن يفعل why لماذا شنو قرر يسوي وليش he decided to build a reed ship and sail it through the Arab Gulf to the Indian Ocean هو قرر أن يبني ويصنع سفينة من القصب ويبحر بها من خلال مرورا من الخيج العربي إلى المحيط الهندي زين بعدها which flag did the boat carry يعلم كان القارب يحمله بما أنهم كانوا من دول مختلفة it carried the flag of the United Nations هو كان يحمل عالم الأمم المتحدة يعني على التمار حتفت شي مشترك number five how long did it take to build the tigers كم المدة استغرقت لبناء النهار اسمه tigers هذا أكثر سؤال شاني يجيب البكالوريا it took two months to build the tigers إنها استغرقت شهرين لبناء التايغرس إذا بس تكتبتوها ميعتبروا بالبكالوريا صحيح البعدها number six يقول who helped Hairedal to build the tigers منه اللي ساعدوه لها يردال حتى يبني ويصنع القارب ماته اللي هما Iraqi and foreign workers helped to build the boat عمال عراقيين وأجانب ساعدوا في بناء القارب was he allowed to duke in Yemen why or why not هل كان مسموح له أن يعني يرسوا باليمن لماذا سمحوا له ولماذا لم يسمحوا له إذا سمحوا له لليش وإذا ما سمحوا له هما ما سمحوا له he was not allowed to duke in Yemen because of wars in the area هو لم يكن مسموح له أن يرسوا ويهبطوا يعني وينزل يستقر باليمن بسبب الحروب بهاي المنطقة كم عدد المستكشفين اللي سافروا ويا channel 11 11 11 اكسبلوررز traveled with hairedal داعش واحد مستكشف سافروا ويا هذا مهم do you think the voyage was successful هل تعتقد بأن الرحلة كانت ناجحة هذا يقولك students own answer جواب الطالب كيفة تريد تقول yes yes i think تريد تقول yes يعني تريد تقول yes يعني تعتبرها yes i do إذا تريد تعتبرها ما نجحة no i don't ونمبر 10 أنا اعتبرها نو ما نجحة summarize what hairedal is trying to say in his letter to the UN security general لخص ماذا كان هيردال يحاول أن يقوله في رسالته للمكتب الأمم المتحدة فالpossible summary الملخص المحتمل يعني مو شرط إلا هذا نفسه يصير غير ملخص يتقول the success of the voyage relied on collaboration between peoples نجاح الرحلة كان يعتمد على التعاون بين الناس if we want to succeed as peoples we need to collaborate rather than fight each other إذا كنا نريد أن ننجح كشعوب كبشر علينا أن يجب علينا أن نتعاون أفضل من أن نتحارب فيما بيننا أوكي هاي خلصت هاي خلصت هسا بعد تمارين أخرى وحد عن القطعة قبل ما أبدو بيها خل بس آآ 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 شوفكم أما تدعاون هاي الخلاص كانت موجودة بالمنهج القديم قبل منهج iraq opportunities قبل منهج فرص العراق iraq opportunities بعد منهج كان قديم ما خلي الحمائش اسود وبياث كل ش منهج دراسنا القديم كل ش هاي القطعة كانت موجودة يقول لك Where is Professor Heyerdahl from نقول he is from Norway What does Professor think هذي سولفناها هذي سولفناها هذين كنا سولفناها هذين كنا سولفناها أرده شوفكم بس الشون جدتي بالوزاري ذني لجني انه من يا بلد قلنا نوروي What does هذين سولفناها اريد شون جدتي which flag ها كنين سولفناها اكثر شي كانت تجي مال How long did it take to build the tiger مال 2 months نفس ان لسه سولفناها زين عيني بقى ان بس هذا التمرين خلنحله وننهي الفيديو ان شاء الله يقول put these phrases in order to make sentences ضع هذه العبارات بالترتيب لكي تكون جمل عدك ترتيب مع الظروف فتخلي فاعل اول مرة وتخلي الفعل و ظرف الحال والمكان والزمان فا اي م فا اي م قوينك تو ووووك ان ذا بارك ان ذا بارك اوكي زين عيني انا نشوفكم لجوا باحتها سريع نمشي بيها الاي الايم والقوينك والتوووك هاي كلها تنحس بفاعل وفعل بعدين ان ذا بارك ظرف المكان و ان ذا ايفننك ظرف الزمان انا سوف اتمشى في المتنزه في المساء my brother فاعل sometimes ظرف تكرار فيجي قبل الفعل الرئيسي does الفعل الرئيسي his homework مفعول به in the morning في الصباح ظرف زمان i فاعل usually ظرف تكرار get فعل ready get ready تعتبر هي الفعل كلها ان ذات هي فور سكول للمدرسة مفعول به اه quickly انا فور سكول مسيحة بوحدة هاي باع get ready فور سكول بوحدة و quickly بسرعة ظرف حال in the morning اه ظرف زمان في الصباح my father الفاعل drove فعل ابي ساقع slowly ظرف حال to school ظرف مكان his this morning ظرف زمان ابي قاد سيارته ببطء للمدرسة هذا الصباح ففاعل وفعل ظرف حال ومكان وزمان زين البعدها اه الجملة البعدها هو خلص ما بي بعد هنا بس هال اربع نقاط حليناهن اوكي سهلات وحلوات وخلص يونت 7 بقتلنا الاسئلة رح ننزلكمها بفيديو بوحدها وان شاء الله استفدتم نسأل الله القبول نسألكم الدعاء شاركوا لكي تعمل فائدة ويستفد الجميع تحياتي لكم مع السلامة المترجمات اشتركوا في القناة بالتأثير اشتركوا في القناة